وينضم علينا عبر الهاتف الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين برحب حضرتك أستاذ طارق وفي البداية كيف ثمنتم الدعوة رفيعة المستوى والموجهة من قبل القيادة السياسية متمثلة في شخص رئيس الجمهورية ببدء هذا الحوار الوطني والمتابعة الشخصية من قبل سيادته لمجريات هذا الحوار بدءا من التحضيرات له وحتى الإعلان بالرغبة عن المشاركة في المخرجات النهائية لهذا الحوار النهاردة بصراحة دعوة الرئيس السيسي لإنجاح الحوار الوطني قد بدت وهي عبرت عن عرص ديمقراطي جمع كل القوى الوطنية وكافة الطيرات حتى المختلفة إديولوجيا على مصار واحد وهدف واحد هو كيفية إنجاح الحوار والخروج ومخرجات طليق بدولة كبيرة بحجم جمهورية مصر عربية لإن الحوار الوطني هو في الحقيقة تبادل الرؤى والأفكار لتحقيق واقع جديد للوصول إلى الجمهورية جديدة تشمل توفير كافة الأمال وأحلام الشعب وأحلام الدولة في إقامة دولة قوية فيها تعدد الفكرة وفيها تعدد الرأي وفيها تعدد الأراء بما يضمن خروج أهداف ورؤى موحدة من أجل الوطن نعم يعني ظهر ذلك جليا خلال كلمة السيد الرئيس اليوم وتتطلع الدولة لأن يكون هناك حوارا شاملا وحيويا محققا من خلال هذه النقاشات لنتائج ملموسة ومرجوة لرفعة شأن الوطن كما تفضلت حضرتك قبل قليل كيف من الممكن أن يكون الاختلاف الرأي وتعدد الرؤى حجر أساس لدعم الوطن وتحقيق تقدم ملموس في مسيرة مصر على مختلف المستويات هو عموما هو الرأي والرأي الآخر والتباين والاختلاف في وجهة النظر وفي الأطرحات اللي بتبقى في مثل هذه المناقشات والسطن التي ترتبط بالصالح العام والشأن العام بيكون فيها اجتهادات وبيكون فيها جهد غير عادي وبذل من الطاقات ما يضمن لخروج مستهدفات مميزة ومخرجات مميزة وأراء متعددة الهدف منها هو تعظيم ما يمكن استخراجه لحل المشكلات اللي بتواجه المجتمع سواء كانت المشكلات دي تقتصدية أو اجتماعية أو سياسية لأن كل محور من المحاور دي في عديد من النقاط المهمة جدا اللي تقتدي أن احنا نقعد ونتناقش عشان نوصل لحلول لأن الأمر الفردي أو القرار الفردي أو الصورة الفردية ربما يكون فيها إخفاق أما تبادل الرؤى بيعلي من شأن المنقشات وبيسمر عن مستجدات تفيد الهدف المنشود عندنا السيد الرئيس النهاردة في كلمته كان واضح وصريح لما قال أنه عنده يقين راسخ أن الأمة المصرية تمتلك القدرات والبدال لإيجاد مسارات التقدم في كافة المجالات وقال كمان أن العقول المصرية وأن كفاءة العمل دي مسارات لتحقيق أحلامنا وأن تعظم التحديات التي تواجه الدولة عززت من إرادته شخصيا أن يكون هناك حلولا شاملة تجمع وجهة النظر وتحقق الأمال الملموسة وأنه على مدر عام كان هو شخصيا بيتبع عن كسب الإجراءات التحضرية صحيح لإنسان فعاليات المؤتمر وقال كمان أن الاختلاف لا يفسد للوطن قضية معناها أن الرئيس السينسي بيطلق صيحة الديمقراطية صيحة الحريات صيحة حقوق الإنسان لأن صوت الإنسان هو صوت مطلق ومعبر عن الإرادة الشخصية وبالتالي من هذه الإرادة الشخصية حق من حقوق الإنسان أن يعبر عن ذاته وعن نفسه فيما يفيد المجتمع والمواطن هو جزء من المجتمع الكبير الذي يعيش فيه وبالتالي يتنصر المسألة من خلال المناقشات الجماعية والقراء الفردية إلى خلق نتائج ملموسة تحقق وتعظم من المطلوب كمان السيد سيدة الرئيس قال أن كافة مقونات المجتمع دي تجربة وطنية وتحتاج بلد للجهد لحل المشكلات وإجاد الحلول والبدائل ورئيسي أعلم تماما أن اختلاف الرؤى واختلاف المصارات دي بتعظم من الحكمة وتعظم من الدراسة المتأنية وبتعظم من البحث صحي المزيد من البحث عشان نوصل لأطرحات ونهايات نأخذ منها كل النتائج الملموسة والمرضوة تواكب الهدف المطلوب نعم بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين